هذا ما باقي مما غبر من الدرس الماضي ومما حبئ على جمع الملحق بجمع مذكر الساليخ وهو الذي يقصده بقوله ومما حبئ على جمع المذكر الساليخ ومما ألحق به وعليون ونقل عن ذلك المعنى اي الاعليون واسمن على الجنة وقال بعضهم واسمن الكتاب وقال بعضهم واسمن الكتاب الكتاب أهل الجنة وقلنا ان الاعليين ان هذا القول هي كتب اهل الجنة لكن الاول اظهر اظهر فقوله تعالى ان كتاب الفجر ان كتاب الاقرار في علبيين فلو كان فلو كان عليون اسما للكتاب لكتاب أبراز وكان في الاية تقرار ولست عدمه فعرف لان الاعليين هو اسم لي على الجنة وقال العالم نعم نعم فنقل عن ذلك المعنى وسمي به اعلى الجنة نعم فاعب هذا الاعراب هذا الاعراب نظرا الى اصله نعم قال الله تعالى كلا ان كتابا ابراز في علبيين كتابا مرقوب كتابا مرقوب فعلى ذلك اذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون فرأيت زيدين ومردت بزيدين فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا نعم هذا اصح اللغة نعم اي ان تعربه كما تعرب جامل وذكر السالح نعم نص وأولات قال الإمام ابن الشام رحمه الله تعالى النص وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما وما سمي بألف وتعالى نعم رحمه الله تعالى معلقا على قول المؤلف وتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا هذه مثل مثل غسلين ويقطين ويأتي به في حالة الرفع بضمة على النون وفي حالة النصر بقطحة على النون وفي حالة الجذر بكسرة على النون وينونه في الأحوال كلها ما لم يكن أعجنيا مثل القنسرين أعربه مثل إعراب الاسم الذي لا ينسبه أعربه مثل إعرام الذي لا ينصرفه العالمية والعجمة فيمنع تنوينه ويجبه تنوينه ويجبه بالفتحة ومن العلماء من أدرى من أدرى هذه اللغة في جمع المذكر السالم وكل ما ألشط به ويخرج على هذه اللغة ما ورد في حديث الدعاء على أهل مكة اللهم اجعلها عليهم سنين كثمين يوسف جنس سنين الأول على النون وكثم سنين الثاني على النون اللهم اجعلها عليهم سنين كثمين يوسف ولولا ذلك لم ينول الأول ولم يثبت ولم يثبت النون في الثاني ولم تثبت النون في الثاني ولم يثبت النون في الثاني وقد جاء على هذه اللغة كالحديث قول وبيد من أبرص أبرص تغيرت الديار لذلك فيه فأوضيت اللوى فرما لليل والحرج ذروة فقفى ذيال يعفي آيه سلف السنين يعفي 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 يغيب يغيب آيه علاماته وأماراته سلف السنين ماضي السنين أراضر السنين نعم ويخرج على هذه اللغة أيضا قول الشاعر رب حج ويخرج على ويخرج 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 على هذه اللغة أيضا قول الشاعر رب حج عرندة في خلال لا يزالون ضاربين القباب بنسب ضاربين بفتحة على النون نعم ولولا ذلك لحذف النون لإضافته إلى ما بعده ومن العرب من يأتي به دلواو والنون في الأحوال كلها ويجعل الإعراب ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون كما لو كان اسماً مفرلاً مختوماً دلواو والنون مثل زيتون وعربون ومختون وعليها جاء قول الشاعر قال ليلي وبدتك المجنون واعترتني الهموم بالماطرون وقول الآخر وينسب إلى يجيد أصل ماطر ماطر وقول الآخر وينسب إلى يجيد ابن معاوية ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا الشاهد فيهما قولهما بالماطرون فإن أصله ماطر وسمي به مكان 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 معين وقد جاء به مجروراً بالكسرة الظاهرة على النون قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى النص وأولاد وما جمع لألف وتائم مزيدتين وما سمي به منهما وينسب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطف البنات وأصطف البنات وأصطف البنات شرح الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتائم مزيدتين كهندات وذينبات فإنه ينسب بالكسرة يعني به جامل معناد السالم مع جمع بالألف وتائم جامل معناد السالم وهو تعبير هو تعبير تقدمين كما قال بعض الماء قال هذا الإضاف جامل بأكر السالم مع جمع بالألف وتائم ليدخل فيه ما ليس مفرده مع النص ودخل يدخل فيه كذلك ما كان لفظه مع النص ومعناه مؤكرا كالطلحة الأول كحمام وأستبل وأستبل وأخفاني كالطلحة وحمزة فإلا قيل ما جمع بالألف وتائم يشمل هذه الأنواع ويشمل كذلك ما يمع ما كان مفرده ما كان مفرده ما كان مفرده مع النص بيتا كفارط كالطلحة كالطلحة وما كان مفرده وما كان معنى معناه معنى يدخل فيه كذلك كهن هندات وزينب وزينبات صلفوهما مذكر لكن معناهما معنى ويشمل هذه الأنواع كلها بخلاص قولهم جمع العهد السليم يخرج بعض الأفراد يخرج بعض الأفراد ما يعتبر لهذا الجمع وقالوا هذه عبارة متقدمة قال بعض لم يطلق عليه هذا الاستلاح أو هذا العبارة وهذا الاسم إلا العبارة المالكي ذلك من نحوي الأصولي الفقير فقالوا هو من من أطلق له هذا الاسم فصار اصطلاحا شاعيا بعد فوق أردق له بعض العلماء تلما تلما بن مالك رحمة الله في ألفيته ما شاء على عبارة تقدمين ما شاء على عبارة الذين تقدموا قال يا رحمة الله وما بتاو ألف قد جميع يقصر في الجر وفي النص بما قاله وما بتاو ألف قد جميع ما يجمع بالألف ويقصد بذلك جامع المأناة السالم جامع المأناة السالم نعم فإنه ينصر بالكسرة نيابدا عن الفتحة نعم تقدم هذا في درس الأجرنية نعم كل ما ناقل الآن كأنه ترجاد للنبي السبق للنبي السبق وتقراد للنبي مضع وتقدم من درست الفي في هذا الباب تقول فأكم تذكرتا لنا نعم تقول رأيه الهمدات والزينبات قال الله تعالى خلق الله السماوات وأصطف البنات وقوله أي وقوله تعالى أصطف البنات الصافات على بنا نعم فقوله تعالى خلق الله والسماوات السماوات خلق فعل ماضي مبني على الفتح الله لفظ الجلالة فاعل مرفعا بجمه الظاهرة في آخرين السماوات جميعا جميعا بالألف جميعا وجميعا بالألف ومفاده ومفادها السماوات فأما في الرفع والجرد فإنه على الأسر تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومرت بالهندات فتجره بالكسرة ولا فرق بين أن يكون مسما هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند شوف بالمعنى في المعنى مذكر فهن في المعنى مع النسر لكن لفظه مذكر كهند وإش وزينب ودعت كذلك دعت دعت أو بالتألك طلحة وطلحات طلحة في الأصلي أنه الشجر الشوكي في الأصلي ومهم طلحة وطلحة مذكر المعنى مؤنث للغض ويجي مع هذا الجمع أو بالتأي والمعنى جميعا كفاطمة أو بالألف المقصورة نعم كحبلة وحبليات خبلة وحبليات خبلة حبليات البعات حبلة النساء خبليات نعم أو الممدودة نعم كصحراء وصحراوات وكذلك مثل آخر بيداء بيداوات الغيداء غيداوات الغيداء الغيداء هي المرأة الفتية المرأة الشابة الغيداء والبيداء مثل الصحراء وزن ومعنى مثل الصحراء وزن ومعنى نعم إذن بيداوات في الجميع وبيدوات نعم نعم أو يكون مسماه أي أو يكون مسماه ملك استابلات 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 استابل محبس الداب محبس الداب استابلات نعم جمع عنده تعرفون أنه مذكر المذكر مفرد أنه مفرد المذكر ماضح نعم فإذا قيل جمع المعنى في السالم ياخد من ياخد من من هذا السلاح مثل هذا لأنه مذكر في المفرد ماضح نعم والحمام كذلك الحمام مكان الاستخمام مكان الاستخمام ودى مشايخ وكذلك لا فرق بين أن يكون قل سلمت دنيا دنيا واحدة قل سلمت دنيا واحدة كبصمة وضخمات طب قل سلمت ضخمات أي حيث لم يجير لم يجير شيء من المتصد ما كساكنا في هذا الجمع نعم لم تغير سلمت بنيته نعم أو تغير أو تغيرت أو تغيرت أي تغيرت بنيته في الجمع سجدات سجدات جفنة جفنات خطوة خطوات خطوة خطوة خطوات خطوة خطوات خطوة المرة من 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 خطو اسم المرة الوحدة من خطو فالجمع خطوات وما بين وما بين القدمين هي الخطوة واسم المرة من خطوة الخطوة هذا الفرق بين الخطوة والخطوة والخطوة يقول الخطوات الخطوات كل هذا تغير لم تستم بنيته تغير بنيته وهذا هو الاسل وهذا القصير فيما كان فيما جاء لوزن فعلا اذا كان اذا كان وسطه صحيحا فالقصير ان تغير ان تتغير بنيته وان لا تستم بنيته من تغير فيخرق الوسط الساكن هذا 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 هو الاسل اما اذا كان الوسط طبعا هذا اذا كان الوسط حرفا صحيحا اما اذا كان الوسط حرفا معتلة فلا يحرك هذا الوسط هذا الوسط بل يبطى ساكنة مثلا زيف زيفات واضح انا يقول مثلا زيفة زيفات زيفة زيفات ما زالت ونحن وجلها لقدم وحبلا وحبليات طبعا حبلا ماذا الذي كيف اين تغيرت بنيته نعم يعني تغيرت البنية بسبب قلبي الالف يان حبلا هذا الف الف مقصورة تغيرت بايش وانقلبت يان حبلا يات حبلا يات وصحراء وصحراوات صحرا صحراوات الف ممدودة تغيرت ليش الحمزة ممدودة تغيرت الهمزة ممدودة صحراوات بيدا 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 صحراوات انا محرك وصحراوات محرك وصحراوات قلبت الفه والثالف قلبت و لذلك عددت عن قول جمع المقنة الى ان قلت الجمع هذا هذا لا يوجد لا دمتقدمين كما أستفت لا تجدون في كتاب مصيبوي جامع على السالم لا لا في كتب زي من التقدمين نعم الى ان كنت الجمع بالالف والتاء قال الشيط محبين وزنوه الله وزنوه قال اولا تعليقا على قول الجمع وهو تابع في ذلك لإمام المتأخرين لإمام المتأخرين وقدوة العلماء العلامة المالك رحم الله ورحمة الجميع وذلك قوله في القلاة الألبية ومابتا وآلف وجمعا في شرق الجب وفي المسلم معا نعم واختفى في ذلك الإمام ابن المالك المتقدمين الذين تقدموه نعم قال ولذلك عددت عن قول الثالث الجمع المؤنث السالم الى ان قلت الجمع بالالف والتاء لآعم جمع المؤنث وجمع المذكري وما سلم فيه المفرد وما تغير وهي الشيخ محمد الله جمع المؤنث هو الذي مفرده مؤنث بالعب بالمعنى واحدة أهو بالمعنى والتاء أو بالمعنى واللغد ومعنى واللغد أي بالمعنى واللغد وجمع المذكري هنا أراد به الذي مفرده مؤنث بالتاء نعم ودمع المذكر هنا أراد به الذي مطرده مؤمن بالتاء وحدها تحمزة وطلحة حوما كان نحو حمام وإسقبل وقيت قال الإمام بن حشان رحمه الله وقيت الألف والتاء بالزيادة ليأخذ نحو بيت وأبياء وقيت وقيت الألف والتاء بالزيادة أي جعلت الألف والتاء قيدا جعلت قولي الألف والتاء أي قولهم وقيت الألف والتاء بالزيادة ليأخذ نحو بيت وأبياء جعلت هذا القول قيدا ليأخذ ميت وبيت أبيض لأن التعفي في أبيض ليست زائدة إنما هي من فصول الكلمة وميت وأموات وكذلك أموات أموات التعفي في الأموات أصلية وليست زائدة فلذلك لا يربى هذا العرب لا يربان هذا العرب إذن ماذا نقول نقول ماذا رأيت الأبيات أو رأيت أبياتا ما نقول أبيات موضح فلا نقول رسل مسلم الحيل فلان رسل مسلم الحيل فلان أمواتا ما نقول أمواتا ماذا نقول أمواتا ماذا نعم فإن الثاء فيهما أصلية فينصباني بالفتحة على الأصل نعم يعني بعض الناس يخلط بين هاد الأموات فيعمل ما كان مثل هذا معاملتا ما يجمع بالأسفة فيطي إعرابه فيريب إعرابه هذا خطر نعم نعم تقول سكنت أبياتا شوف سكنت أبياتا أبياتا شوف ما يقول أبياتا وحضرت أمواتا نعم حضرتك شهدت أمواتا ما يقول الإيماني قال أمواتا قال الله تعالى لقدم توفر الشرطين فيهما نعم وقلتم أمواتا حياكم ماذا قاله الله تعالى أنا خير شهد ألم أنا ما قال هو الأنبي رحمه الله وكذلك نحو قضاء وغزاة فإن الثاء فيهما وإن كانت زائدة وكذلك نحو قضاء وغزاة الثاء زائدة لكن الألف ليست زائدة قضاء وغزاة فالألف في القضاء منقالبة عن الياع وفي غزاة منقالبة عن الواع فليست زائدة فليست زائدة فليست زائدة فليست زائدة فإن الثاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقالبة عن الأصل ألا ترى أن الأصل قضية وغزاة قضية وغزاة قضية وغزاة لأنها من قضيت وغزاة فلما تحركت الواع ولياء وانفتح ما قبلهما قلبة ألفين هذا القائد الصفية فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل يقول رأيت قضاء وغزاة النص النص وما لا ينصره ويدر بالفتحة قال الشيخ محبين رحمة الله تعالى معلقا على قوله وما تحركت الواع ولياء فانفتح ما قبلهما قلبة ألفين فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل يقول رأيت قضية وغزاة قال رحمه الله اعلم أنه قد بلع استقراء كلام العربي على أنهم يجمعون بالألف والتاء خمسة أبواع من الأسماء الأول ما كان مختتما بتاء التأمين ما كان مختتما بتاء التأمين نحو فاطمة نحو فاطمة وتمرة قال تمرة تمرات تمرة تمرات تمرة تمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتر على تمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتر على تمرات فإن فإن مدرف فعلى تمرات فإن مدرف حسى حسوات مما حسى حسوات مما تمرة تمرات يعني جاهز هذه التمرات تمرة و في شيئان الأول أن أن التمرات إما يجمع هذا الجمع أي يجمع جمع عام الصالب فإن مدرف حسوات مما فإن مدرف حسوات مما فإن مدرف حسوات مما و لم تستم بني أكله كذلك خسى حسوات مما خسى حسوات مما نعم نحو فاطمة وتمر وبيت تقول فيهن طاقنات وتمرات كذلك يعني في دخل في هذا وتمرات وبنات تمرات 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 نعم الثاني علم المؤنث الذي لا تأتيه نحو علم المؤنث نعم نحو داعد معناه مؤنث ولوفه مذكر مثل داعد مثل داعد نعم تقول فيهن طاقنات حالات وجملاك وزينبات ويستن من هذا النوع حدا وباب نعم نحو قطال وتفاهي فلا يجبع هذا الجمع وإن كان المراد به مؤنثا الثالث صفة المذكر الذي لا يعقل صفة المذكر الذي لا يعقل نحو قوله سعادة وَازْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّا مِنْ مَعْدُدَاتِ وَازْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّا مِنْ مَعْدُمَاتِ صفة المذكر أنا جمع أناغ الساليم جمع أناغ الساليم لله لا يعقل هو صفة الله لا يعقل هنا أيام أيام مذكر لكنه غير عاكل نعم وقوله جل ذكره انعم السابغات اي دروع عن السابغات. اي دروع عن سابغات. اي انعم الدروع عن السابغات. انا. وقوله وقدور والدرع. بما ان القميص. واذا اتقل القميص اتقل على اللبس الذي يقتل به. ويتقى في الضربات. و نعم. اقدور الروسيات. نعم. اقدور الروسيات. نعم. لكن القدر يعني. جاء في اللغة ان يصحوه. واضح. نعم. وعرف على هذا. فلا شعر في في هذا الايام. عندما. القدر. اذا كان بمعنى اللي. يلبس. يعني. يتقل به الضربات. كانوا يجعان نرسنا. اقل. الرابع. مصدر المذكر الذي لا يعقل. مصدر المذكر. الذي لا يعقل. نعم. شعر. نعم. له لريهمات. نعم. وفليتات. نعم. ولنينيرات. نعم. في جمع مصدر. نعم. في جمع مصدر جرهم. نعم. وضينات. بخلاف مصدر المؤمنة. ومصدر المذكر العاقل. ولا يجمعان هذا الجمع. نعم. الخامس. اسم الجنس المؤمنة بالألف. المقصورة. اسم الجنس. مؤمنة. نعم. بالمؤمنة بالألف المقصورة نحو حبلة وحبليات. أو الألف الممدودة نحو الصحراء وصحروات. نعم. قال الإمام الجيد الشرام. الرحمن الله. الرحمن الله. النص. وما لا ينصرفه. فإنجرب الفتحة نحو بأفضل منه. هذا الباب السادس. نعم. هذا الباب السادس من مخوات المخوات. نعم. وما لا ينصرفه. داب الخامس. نعم. الآن. هذا الباب الخامس ما لا ينصرفه. نعم. هذا ما لا يقرر التنوين. والأصرح الأصرح الأقوال. الرحمن الله. يعني الصرف التنوين على الأصرح أقوال لما في المسألة. وما لا ينصرف ويجرب الفتحة نحو بأفضل منه إلا مع النحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم طبعا كل ما لا ينصرف يجرب الفتحة إلا إذا كان مضافا أو كان معرفا بأل فإن لغن يجرب الكسر عشر إلى ذلك الإمام بن مالك رحمة الله في الخلاصة يقول واجرب الفتحة ما لا ينصرف ما لا ينصرف أو يكب على الرجل لا الشرح الباب والخانف كما قال تعالى فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد في المساجد 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 صبت مترجم أو الجامل متناهي هو مما لا ينصرف وجر بالكشوتنا لدخول المعرفة عليه وأنتم عاكفون في المساجد أنظر لقوله تعالى في الحج وَلَا لَدَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْدًا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُلْ وَأَبِعُونَ وَالصَّلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُوا يُكَّرُ فِي أَسْمُ اللَّهِ كَفِيرَ وَلَيَنْصْرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ فقوله تعالى سوامع سيرة من تهجمع أو جمع متناهي جمع متناهي فلذلك لم ينون وكذلك المساجد وحكمه أنه يجر بالكسرة بالفتحة لكن إذا أضيف أو دخلت عليه المعرفة جرت به بالكسرة فهذا الذي حصل فيه في المساجد في قوله تعالى فلذلك المساجد في قوله تعالى وأنتم عاقفون في المساجدين هذا الذي يعني بمالك رحمه الله والنحاق فما بترى أجر بالفتحة ما لا يعصرف إذا ما الآن يضاف أو ياقوب على دعوته نعم الشرح الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان كل هذا سبق نعم نعم فالأول كفاطنة فإن فيه التعريف والتأنيف فإن فيه التعريفة أي في اللغة ساطمة فإن فيه التعريفة والتأنيفة التعريفة أي الألمية يقصد به الألمية نعم وهما علتان نعم وهم علتان نعم فرعيتان فرعيتان عن التنكير والتنكير شوف أن التنكير والتنكير والتنكير تذكير. قال تعالى وادعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل اتى على الانسان هل اتى على الانسان لم يكن حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا. واضح? ما من انسان لو كان ناكرا. بل ما من شيء لو كان ناكرا. فالاسلو التنكير والفرغ والتعريف. وابس. اه وكذلك التعريف اه الشيطان الثاني التبكير اصلا للتعنيس. والتعنيس فارع عنه التبكير. اول ما اول اول من خلق الله اسمه الله من خلق الله اسمه ابونا ادم. وخلق الله اسمه ابونا ادم. اما نحواء منه. عليه الصلاة والصلاة. يا ايذ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها. اذا ما الاسم. الذي خلق منه ولا التي خلقت من من غيره من غيرها. الذي خلق منه غيره هو الاسم. نعم. نعم. والثاني نحو مساجده ومصابيحه. فانهما زمعان. والزمع فرعن عن المفرد. نعم صحيح. يعني ماذا الذي اذا لم يجد مفرد. كيف يجمع. ما يمكن اجمع ما ليسه. ما ليسه له مفرد. لا يمكن جمع ما ليس له مفرد. ما ليس له واحد. وسيغتهما سيغة منتهى الجموع. وسيغتهما سيغة منتهى الجموع. يعني الجمع ينتعي الى 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 هذا التنفيذ. واضح الى هذا بلد. لن يجمع العرب شيئا الا اكثر من هذا. وهو يقول سيغة منتهى الجموع. ايه قصد جمع التكثير. ويقول له الجمع والمتناهي. فانه كان جمع الجمع. نعم. ومعنى هذا ان مفاعلا ومفاعلا فقفت الجموع عنهما. وانتهت اليهما. لا تتجاوزهما. نعم. ولا يجمعان مرة اخرى بخلاف غيرهما من الجموع. فانه قد يجمع. تقول كلب واكلب سفلسل وأكلس. اسبر اسبر. تقول. تقول كلب واكلب. تفلسل وأكلسل. ثم تقول اكلب واكلب. اذا قلت هناك جمع الجمع. فالجمع الجمع يمكن في غير هذا الجمع. في غير هاتين سغتين من ترجمه. ماذا المشايخ. فمثلا كلب. جمعه اكلب. ويقول اكلب. فاكلب يقول جمع الجمعي. وكذلك. اه وكذلك فالس. جمعه افلس. وجمع الجمع. افالس. المثال الاخر باعير. جمعه له جمع كثرة منه. ابعر. فابعر. يقول اباعر جمع الجمع. على ما قال بعض اللغيين. بعضهم يقول جمع اخر له. المهم اباعر جمع الجمع على هذا القول. الماضح. لا. ولا يجوز في اكالب ان يجمع بعض. بعد ذلك لما لا. لانه قد اتى على هذا الوزن. جاء لهذا السر. وكذلك اعرب واعارب. ولا يجوز في اعارب ان يجمع كما يجمع. ابعر. اباعر. لكن لا يمكن ان يجمع اباعر له. جمع اخر. لنجيه لهذا السر. كمان. ولا يجوز في اكالب ان يجمع بعض. وكذا اعرب واعارب. ولا يجوز في اعارب ان يجمع كما يجمع اكل. كما يجمع اكلب على اكالب. واصال على اصائب. فاكأن الجماعة فتكرر فيهما. فنزل لذلك منزلة جميعين. وكذلك صحراء وحبنا. فإن فيهما التأميت. وهو فرع عن التذكير. من تذكرنا. وهو تأميت لاجم. منزل لجومه منزلة تأميت ثالث. ولهذا منزل لجومه. مجان. مجان يأتي الشيخ فيه ان شاء الله تعالى. مجان. 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 نعم. نعم. واصل. واصل. وحكمه ان يجر بالفتحة. نعم ما حكمه. حكمه ان يجر. بالفتحة. نعم. نيابة عن الكسر. حملوا جره على نسبه. كما عكسوا ذلك للذات السطاة. ذات السطاة. ايه في مجموعة لالفتاة شفرات الاسماء إدراهيم إسماعيل إسحاق هذا الاسماء عجانية عجانية فيها ثلاث علاج في كل منها ثلاث علاج الإلة الأولى التعريف بين القسين الألانية أو المعرفة الإلة الثانية العجمة أي قادم كل منها أعجمية الوضع الإلة الثالثة الزيادة على ثلاث أخرف الزيادة على ثلاثة أخرفين والأجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث الصرف هم تنع والأجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث الصرف هم تنع فا إذا وجرت هذه على الثلاثة في أي اسم في أي اسم ما نعته من الصرف فعند ذلك يجرب الفتحة أما إذا فقد شرط من هذا الشروط أو إذا فقد قيد من هذا القيود أو فقدت علاج من هذا العلاج الثلاث فلا يمنع من الصرف مثال ذلك لجام 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 الخلس كلهم يعرف ذلك لجام ليس عربية الأس ليس عربية الأس لجام إنما هو جميل وضع وهو زايد على الثلاث أحرف وهو زايد على الثلاث أحرف لجام أربعة أحرف أوليس مكذلك لكنه ليست نكرة ليس عالما فلا يجرب فلا يجرب فلا يجرب الفتحة إنما يجرب بالكسرة وصل مثال آخر كلمة نور لأنه عدمي الوضع فترة في ماذا علت الزيادة على ثلاث أحرف فلا يجرب فلا يجرب فلا يجرب فلا يجرب فلا يجرب من من اجتماع هذه إلى الثلاث أحرف وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريد وتماسيل نعم ويستثنى من ذلك سورتان إحداهما أن تدخل عليه المحاريد جمع محراب نعم ويستثنى من ذلك سورتان نعم فإنه يجرب فيهما بالكسرة على الأصل يقول قائل مثلا مرتبي إبراهيمكم مرتبي إسماعيليكم مرتبي يعقبي هذا الحي مرتبي يعقبي هذا البيت مضح لأنه أضيف نعم فالأولى نحو وأنتم عايشون في المساجد نعم والثانية نحو في أحسن تكولين يعني في مثال لماذا يدخل عليه المعارفة والثانية في أحسن تكولين نعم نحو في أحسن تكولين وتمثلي في الأصل بقولي في أولكم نعم في أحسن تقريم جرب الكسرة لأنه أضيف لا غيره نعم وتمثلي في الأصل بقولي بأولكم أولى من تمثلي بعضهم بقوله مرتبي عثماننا نعم فإن الأعلام لا تباف حتى تنكر فإذا صار هو عثمان فإذا صار نحو عثمان نكرة جال منه أحد السببين المانعين له من الصدر فهو العالمية فدخل في باب ما لا ينصرف لكنهم قالوا هذا لمجرد توضيح نعم فدخل فزال منه فنكرة فإذا صار نحو عثمان نكرة جال منه أحد السببين المانعين له من الصدر فهو العالمية فدخل في باب ما لا ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف أفضل فإنما نعه من الصدر أستاذة ووزن الفعل وهما موجودان فيه أعبفته أبلغته بسه جيد صحيح رحم الله وكذلك تمثيري بالأفضل أولى من تمثير بعضهم بقوله رأيت الوليد ابن يزيد مباركا سبيلا بأعباء الخلافة سكاه اليزيد يزيد من العلام رأيت الوليد ابن رأيت الوليد ابن رأيت الوليد ابن الوليد رأيت الوليد ابن الوليد مباركا مباركا شريدا بأعباء الخلافة كهل اعباء جانم عبو والعبو هو الحمد الثقيل والحمد الثقيل والحمد إلا لم يكن الثقيل ويقال له عبو كل ما يذكر على إنسان يقال له من الحق يقال له عبون قد يذكر الانسان قد لا يذكر الانسان. جمعوا اعباء. لكن هذا البيت له رواية اخره. قال شديدا باحناعي. باحناعي الخلافة يروى رواية اخر. بعد البيت هكذا له روايات. مثل ما كان الاحديثي عن روايات احيانا لابد الاحديثة. لكن شتنا بينهما. نعم. فهناك اثمان من معلقة من المعلاقات الاشر. ان هذه بعد البيتها روايات. ادخى. ادخى خلاء و ادخى اهلهم تحلو. افنى عليها الذي افنى على لبدي. يروى امسى. امسى خلاء و امسى اهلهم تحلو. اخنا عليها الذي اخنى على اللبدي. اخنى بمعنى اصد. افنى بمعنى اهلك. ووضح. ووضح. ونبقي شيئا. نعم. فانهم في الواية اخرى باحنا شديدا باحناعي الخلافة كاهلو. وهو جامل حنو. احنا جامل حنو. 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 بمعنى الناحية. حنو البيت ناحيته. وحنو ناحيته. وجانبه. اي شديدا باحنا. اي عالما باحنا. بجوانب الخلافة. وموليما بها. الكاهل ما بينه. اه القسين هكذا. واضح. اياتي كناية. ان 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 قوة. فلان شديد الكاهل. شديد الكاهل. اي قوي. قوي. انه قوي. يعني يصفه الشهر بانه قوي. على التحمل اعباء. اعباء الخلافة. مقدمة لا. تحمل هذه المشاق. واضحة هذه المهام. نعم. فشاهد اليزيد. ويقول لم لم يصل لهذا. فكأنه يرى ان اليزيد الهناك. قد تكون المعرفة. ماضح. قد تكون المعرفة. اذا كانت اذا قدرت معرفة. ماضح. 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 انا قد جعلتمه. امانوا ذلك انه قد جعل جزيد اه ناكرة. فلذلك رمى قدرة ناكرة اخر للمعرفة. قد زالت احدى الالتين. فلم يقفى فاخد من هذا الباب. ماضح. هذا الذي يقصد. لكن جازع ان يقصد ذاك. ماضح. فيقدر. قال للتقدير اه الان هنا زائدة. ف فهو داخن في هذا الباب. لان الزائدة. فهو داخن في هذا الباب. لان المعرفة سيأخذ من هذا الباب. معي مشايخ? نعم. رأيت الوليد ابن نزيدي مباركا. رأيت كذلك يختم ان يكون بصرية. يختم ان يكون علمية. اه كان علمية فلا اشكال. في ان الوليدة مفعولا بي اول. ومباركا من العلمية الثانية. عما اذا كان اه بصرية. فيكون الوليد. هو المفعلة به. ومباركا في الحال. ايه رأيت الوليد ابن نزيدي حالة كان في مباركا. نعم. شديدا باعباء الخلافة كاهلو. شديدا. يكون صفة ليش? صفة او نعتن. لمباركة. هو صفة مشبهة التي املت امل فعلها. بالاعباء. الباء خاص الجر الاعباء او احناء على رواية الاخرى مضاف اليه. مضاف اليه. الخلافة مضاف اليه مضاف اليه مضاف بالمضافي. ولو جره الكسرة الكسرة ظاهرة. تاهلو. صفة الصفة المشبهة التي عملت امل فعلها. اهو مضاف. الهاء مضاف اليه. مضاف اليه. مبنية لكسر. في محل جر بالمضاف. مسكن لأجل الوقف اليه. لأجل الوقف اليها. راضي المشيخ. نعم. قال الشيخ محضين رحمه الله تعالى. محمدقا. هذا البيت من كلامه ميادة. وصفه الرماح بن أبرد بن فودان. وميادة اسرق منه. ايه. ايه. قال رحمه الله تعالى. محمدقا على قوله. ويشفنا لذلك صوتان اهتمنا ان تدخل عليه الف. ومث الف هذا الحكم ام الحميارية المعرفة. سبق ذلك في درسنا في الاجمية. وان الاسم الممنوع من الصفة لو افترر بها. الحميارية. نسبت اليها الى الحميارية لان هذه القبيلة تنتق بها. هي التي تنتق بها. عندهم ما ما يقولون الباب. يقولون ام باب. ام باب. فجل ام افا يبدلون ام من الباب. ها يو من الباب. ومعفا من المعفا من المعفا من ال. وابس ما. جاء واحدة السباية. حديث سيحين. بهذه اللغة. حديث سيحين. دي سيحين من البري. السيام في السفري. لكن رواية التي جاءت بهذه اللغة. قال الامام المكافرة. الامام الحافظ ابن حجر. لانه رواية بعيفة. لم ينكر ورودة هذه اللغة. وان هذه اللغة موجودة. لا. انما يقفز يعني ورودة لرواية لهذا حديث بعيفة. نعم. فالمهم. هذه اللغة موجودة. حتى اخبرت بانه موجودة الى الان. اقوى من ذاته. اه. كبير سنين السودانيين في المدينة. قد سمع بعض رواية امباب امباب. قلت لك رب اسمه. نعم. نعم. هل ايه الباركة؟ نعم. نعم. اقبر النعم. وعلى ذلك جاء قول الشاعر. اانشمت. اانشمت. ان يمجتن. تبيت بليل 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 عرمدي سويسة أولق بليل عرمدي اعتاد أولق سويسة بليل عرمدي اعتاد أولق ألق كلما كلما وجدت بريق بريق البريق معروف. بريق تألق أي لمع. أي أكل ما رجدته ورأيت بريق أبرق أي لمع. تبيت بليلي من أصابه الرمض. اعتاد أولق. اعتاد أولق. اعتاد الجنون. الأولق الجنون. السفنة فينا. هي الأولق أي الجنون. يعني يشتاقيا لأهله. نعم. فاعتاد ثم فعلا ماذا أولقا مسؤوله. في هذا البيت سايدة لغرية وهي أنه كذلك كان بمعنى تعود. يتعدى بنفسه ولا يتعدى بالواسطة. لا يقال تعود عليه أو اعتاد عليه. يقال اعتاد. كذا. ياتي متأديا بنفسه. لا بالواسطة. لا بالواسطة. اعتاد من من الشرائد على ذلك هذا البيت. اعتاد أولق. ما قال اعتاد على الأولق. يقال اعتدت شيء. اعتد هذا الفعل. اعتدت اعتد فلان اكل شيء معين. او تعوده. او قال تعودت عليه. او اعتدت عليه. لا. اعتدت له. اعتدت له. اعتدل لأسنة بعض الناس. خطأا فاحشا لها افعال خطأا شاعرا. ومدحنا. نعم. فعلا. يربع بنفسه على المستعد لهم مؤمنين. ومثال الكلمة او فعل عانى يعانى. بعد نصر يقعني من هذا الشيء لا يقعني هذا الشيء يقعنيه يقعنيه ليس يقعني منه نتعدى بنفسه ومثل قاسا قاسا وزن ومعنا فلانا يقعني هذا الشيء ما يقول يقعني منه وكذوك أن يقعني عناه قاساه يقعني معنى الام. نعم. وقول رحمه الله تعالى. قوله ام ارمج. وهي وجاء ام الام الاخميارية. نعم. وارفتها. وهي تسأل الام. وقال هذا القبيلة القبيلة الامام مالك. يسمى الاسلام. الاسلام. فقال الله معلقا على على البيت. يقول سيد مالاك يسمى الله. اقل اه. اقل الجميع الامام في المشتهري الاثنان في قولي امام الحمياري. يقفض الامام مالك. يقفض الامام مالك. اقل الجميع. اقل الجميع في في الاصول. يعني الاثنان نعم. لا يقفض الامام داخليين. قال في المشتهري الاثنان في قولي امام الحمياري. نعم. قال رحمه الله من اقالة امام الحمياري. معلقا على البيت. رئيك الوليد ابن اليزيدي. مبارسا. قال هذا البيت من كلامي بميادة. واسمه الرماح او الرماح ابن الابرج ابن ثوبان. بي ثوبان. وميادة اسم امه. وهو احد الشعراء المقدمين. الفصحاء. المحتج بشعره. والبيت من قصيدة الله يمنح فيها ابا العبات الوليد ابن يزيدي ابن عبد الملك بن مروان. وقد استشهد بهذا البيت جماعة من المحاة منهم المؤلف في جدابه اوضح المثال. وقد انشده فيه مرارة لتحفلهم الاشمونين. وذكره السيوط في تاريخ الخلفاء. اللغة اعباء الخلافة. الاعباء جمع عبء بكسر العين وسفور الباء واخر والعمل. جمع عبء. جمع عبء. جمع عبء. جمع عبء.وابت ان لا تتسուما handy. هو الحمدة الذي يذكل عليه. جمع عبقكم. يا هسنا عليك عليك. ولا انا عبء. هو الحمل الذي يثقل عليك ويروى في مكانه بأحناء الخلافة والأحناء جمع حين بوزن عب وهو ناحية الشيء وكاهله أصل الكاهل ما بين الكتفين ويكنى بشدة الكاهل عن القوة العظيم التحمل برهام الأمور المعنى ينبخ الوليد بن يزيد لأنه مبارك ما ينبخ النقب البركة هي النماء وزيادة الخير والنماء وزيادة الخير والكتفة الخير والميمون المعنى المبارك قوي على تحمل مهام الخلافة عظيم للصلاحة جمع مهمة عظيم للصلاح لأهوالها كثير بالكتفات إلى مواحيها المختلفة ينبرها ويهيض عليها الشاهد فيه قوله أن يزيد فإن أل في هذه الكلمة تحتمل أمرين الأمر الأول أن تكون للتعريف والأمر الثاني أن تكون زائلة فأما الأمر الأول فإنه يتأتى إذا كان الشاعر قبل أن يدخل يدخل أل عليه قل قصد تنكيره قل قصد تنكيره نعم وصار الشاعر عن شجوع رجل طمعا فأكون مثل الرجل الرجل فالرجل رجل رجل الشاعر في جنس في كل رجل في كل ذاكر بالك قبل الدخول قبل إدخال أل عليه فإذا دخلت المعرف عليه تخصص يعني تعين صار دالا على راكر ذالك معي واضح فإذا قفل هذا يكون مسه نعم ثم أدخل بعد ذلك أل للدلالة على التعريف فصارت الرجل ونحيه مما دخلت عليه أل لقصف التعريف فإذا كان الأمر كذلك لم يكن في يزيد علتان فالعيتان واضح نعم يرجع إحداهما إلى النرض والأخرى إلى المعنى بل يكون فيه علة واحدة وهي وزن فعل لأن العالمية قد جالت عند قصد التنكير وإذا كان فيه علة واحدة لم يكن ممنوعا من الصرف ولا يشح التنكير به بالممنوع من الصرف الذي يجرد الكثرة لدخول الألف والدال معه والصوارف والأمر الثالث أن تكون أل قد زيدت فيه للضرورة الشعرية مسبب اتصاله لأن جزيدة بقى لعلانيته ووجدت فيه علة نخة وهي وزن فايل إذا ما اجتمت فيه لإلتان فمنعتاه من الصرف فذلك يجربي بالفتحة ولم تفتح إلى هذه لأنها هنا جاءت زايدة للضرورة الشعرية بخلاف الاحتمال الأول فال في الاحتمال الأول هي معرفة فإذا كانت معرفة فقلقصد الشعر تنكيره وزادت بهذا القصد القصد التنكير علة العالمية أي التعريف واضح فلا نقصي إلا علة واحدة وهي وزن فضرورة وليست كافية لمنعه من الصرف سيجعله إلا بالكسر نعم دكرا شكرا السلام والسلام قال أن أن تكون القددت فيه للضرورة بسوام اتصاله في اللورة بالوليد الذي دخلت عليه للمح أصل وإذا كانت الزائدة كانت العالمية باقية ويقول فيه لعندتال العالمية ووزن الفعل ويقول من الممنوع من الصرف أن يجرب الكسرة لدخول الأعلم هذا بيان ما قصد إليه المؤلف من إنشاء هذا البيت في هذا الموضع وعلم أن المؤلف قد استشهد بهذا البيت في بعض كتبه منها أوضح المسال على أن منها أوضح المسالك منها أوضح المسالك على أن أل في اليزيد زائدة ضرورة وصرح لأنه قصد التنكير الذي ذكره هاهنا مما لا تقوم عليه حجة ظاهرة ولا محل لتفضيل تنكيره للممنوع من الصرف الذي يجرب الكسرة بسبب دخول ألا عليه على تمثيل غيره بهذا البيت من قبل أن من قبل أن الوجه الآخر الذي جعل احتماله سببا لتفضيل الذي جعل احتماله سببا للتفضيل ليس مما يشح التعويل عليه كما ذكره ونفسه في غير هذا الكتاب رحمة الله قال المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى النص والأمثلة الخمسة والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون للياء والتاء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحبها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الشرح الباب الثالث مما خرج عن الأسل الأمثلة الخمسة وهي طبعا الأمثلة الخمسة عبارة كل حين المباريين وإسند إلي ألف الاثنين أو الجماعة أو إلي المخاطبة وإذا أسند إلى ألف الاثنين لا يخل من يبدأ فيكون مبدوعة بالياء أو بالتاء تفعلاني أنتم هما يفعلاني إذا أسند أمثلة نغيرها من الأفعال الأخرى التي تأتي على مقياسها التي تأتي على مقياس هذه الأمثلة فالك اختار بعض النحيين هذا الاختلاح الأمثلة الخمسة وأنا يقول الأفعال الخمسة بعضنا يقول الأفعال الخمسة فياتي بكل فاعل مصدلة بفاعل طبعا بكل فاعل خروف الفاعل والعين والعم واضح فا وقال مثل ما فعل صاحب 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 مقدمة الأجرونية وقال على أفعال الخمسة ونظر فأي مكان المراعد مع واحد والمقصود يعني متحد ومتفق فرونك دير نعم فأذي هي التي قل لأم ثلاثة الخمسة أول باب الثالث من الخروج على الأف أن تعرب بألف رفعا وتنسب وتجم بأفع تعرف تعرب بإثبوة النون رفعا وتخذف النون في حالة النص والجر أي النص والجر في حالة النص والجر أي النص وجزما فإذا فهذه الأمثلة الخمسة فهذا هو الأمثلة الخمسة وهو الثالث من هذه أبواد الثالث التي خرجت عن نعم إقرار بسرعة بسرعة نعم الشرح نعم ألباب السادث مما خرج عن الأسل الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع تصرت به ألف الاثنين نحو يقومان للغائدين وتقومان للحاضرين أواو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين أوياء المخاطبة نحو تقومين وحق وحق هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتجزم وتنصب بحفها نيابة عن السكون والفتحة تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا رفعت الأولى لخلوه من الناصر والجازم وجعلت علامة رفعه النون وجزمت الثاني بلم ونصبت الثالث بلم وجعلت علامة النس فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا الأول جازم ومجزم والثاني ناصر ونصب فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا جازم ونصب والثاني ناصر حفظ النون والقلوه تعالى ويخسبونه هين وهو عند الله عظيم ثبثت النون هناك ثبثت النون هناك في حالة الرعب ويخسبونه هين وهو عند الله عظيم وهو عند العظيم وهو عند العظيم وهو عند العظيم فهذا الفعل المداري مرفوًا بسببت النور لأنه من الأسوأ الخمسة أو من الأمثلة الخمسة والثاني ناسب ومنسوب ناسب ومنسوب وعلامة الجزم والنسب الحذف قال شيخ محردين وحمه الله معلقًا على قوله أو ياء المخاطرة جنح تقومين دائماً حقاً واضح نوع صهر جداً كما سألق في خارة الرفع تثبت النار في خارتي النص والجزم تحضر في النار بس تخصبونا وهينا وعين العظيم مرفوك بثبوت النار لأنها من الأمثلة الخمسة فإن لم تفعلوا مجزون بالله ما الجزم يخط في النار لأنها من الأمثلة الخمسة ولن تفعل ولن تفعل مجزون بالله وخير المضارع ومنسوب بالله وما الجزم يخط في النار لأنه من الأمثلة الخمسة وتكون الواو فاعل في هذه الأحوال الثلاثة تكون الواو فاعلة في هذه الأحوال الثلاثة نعم قد رأيت أن المضارع المسند لألف الاثنين يكون مبدوءا بياء المضارع أو بتاء المضارعة وأن المضارع المسند لواء الجماعة يكون مبدوءا أيضا بلياء أو بتاء وأن المضارع المسند لياء المخاطبة لا يكون مبدوءا إلا بتاء المضارعة ومن هنا كانت هذه الأفعال المضارعة المسند إلى ضمائر الرفع المتسلة ومن هنا كانت هذه الأفعال المضارعة المسند إلى ضمائر الرفع المتسلة ومن هنا كانت هذه الأفعال المضارعة المسندة ماذا؟ اسمه إشارة هذا التعبير؟ اسمه إشارة اسمه إشارة اسمه كان ماكساء وهو مبدل مبدل من هنا هو معطف عليه نعم الأفعال بدل ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل هم؟ هذا كل من كل هذا البدل بدل بدل الشيء من الشيء نعم الأولي الشيء تقول عطف عطف بيا هنا دخول نعم نعم المضارعة وهو موسوف تقول وهو موسوف أو نعتنا المضارعة صفاء نعم المسندة المسندة تقول صفاء نعم نعم ما حكم الصفاء اتبع الموصوف نعم ماذا يكون المسندة؟ الموصوف التعريفي والتنكيري التعنيف نعم نعم فلو كانت جميع جميع النسخ فيها المسندة يقول هذا خطأ تطبق ما أخطأ تطبق القواعد نعم نعم ومن هنا كانت هذه الأفعال المضارعة المسندة إلى ضمائر الرفع المتسلة خمسة أنواع نعم ومن هنا سموها الأفعال الخمسة نعم 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 وقال أيضم رحمه الله معلقا على قوله وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة قال قد تحذف النون التي ترفع بثبوتها الأفعال الخمسة وهي في هذا الحلق على ضربين الأول جائز في النفر والنظم الثاني شاد لا يطع إلا في ضرورة الشعر أما الجائز ففي حالة واحدة وهي أن يكون الفعل ناصبا لياء المتكلم وقبلها نون الوقاية فتجتمعوا نونان أولاهما نون الرفع والثانية نون الوقاية نحو تدربانني وتدربونني فإن للعرب في هذه الحالة ثلاثة لغات إحداها أن يجتنعوا أن يجيقوا أن يجيقوا بالنونين على أسفهما وعلى هذه اللغة قوله تعالى أتعدانني 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 وقوله ولم تؤتونني ولم تؤتونني لما تؤذونني لما تؤذونني استف وقوله أتحاجونني واللغة الثانية أن يلغم إحدى أين أن ننصنع في أتحاجون في المثال آخر المثال آخر اللغة الثانية أن يلغم إحدى النونين في الأخرى وقد قرأ بها في قوله تعالى أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَغَيْرَ اللَّهِ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعَبُدْ أَيُّهَا تَجَاهِلُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَخَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ الزمد 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 قبل الآية التي قبلها ما الزمد قبلها فغير الله تعمروني عبد أيها الجاهلون بل قوه رحي اليك اذ لا دمينا قبلك العاشق تلخبطا لعمل قطة كنمات خاصية قل اغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهزة من اللي افابد ويقوم من الشاكرين قل افغير الله افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهزة تأمرون اشاكل هدارة تأمروني وفي قوله اتحاجوني واللغة التالكة حرف احدى النونين واما الذي لا يسوق لا يسوق الا في الشعر لا يسوق او لا يسوق واما الذي لا يسوق الا في الشعر فعند وجود نون الرفع وحدها وعليه جاء قول الشاعر ابيت أسري وتبيتي تدلوك 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 شعرتي بالانبار والمسك والمسك اي الاذ له محا طيبا الاصل ان يقول وتبيتينا تدلوكينا لكنه حرف نون الرفع ونظيره قول الحمار ضرورة يعني هذا لا يستقب الا في الدرائي الشعرية نعم ونظيره قول كلميتة 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 لا تتناول الا في حالة ضرورة نعم في حالة الاختيار لا تستمنى هذه اللغة اي في النصر نعم اللغة الاخيرة الاربية نعم كل افرورة وسيأتي رسوحا في اخر هذا الكتاب مع ذلك نظائره على الذي يجدونني في سجورهم لا ارتقي صدر منها ولا اجد ولا ارد تجدوني أنا الذي يجد تجدوني يجدوني يجدوني اتقول تجدوني أنا الذي يجدوني في سجورهم لا ارتقي صدر منها ولا ارد صدر صدر منها ولا ارد كان الاسل ان يقول يجدونني فحالة نون الرفع ضرورة نعم قال الامام ابن حشام رحمة الله تعالى النص اكمل لكم لا ارد الابراب اليوم حتى نتقدم بسرعة والكعل المضارع المعتل الاخر خلاص والباب السادس والباب السادس حتى نفع فيجزم بحث اخر لي اشترك اولا اولا نعم انا من السادس يجنف نعم دقيقة تادي بكت ثلاث دقيقة تادي انا 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 نجح الخطي نستقل السادس انشان اول مرة اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة شوف 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 شوف